محبتي واحترامي لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من دائرة الحدث ضمن هذه الفترة الإخبارية أحداث السودان مستجدات الوضع الصحي في العالم تتواصل تتفاعل في السودان هناك مستجدات هناك تفاعل في الأخبار حتى يكون مشاهد دائرة الحدث معنا كمعلومات وصلت الآن نسبة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف مصاب هذا على مستوى العالم عدد الوفيات أكثر من مائتي وستين ألف حالة وفا في العالم هنا في السودان آخر الإحصائيات المعلومات التي ذكرتها كانت قبل ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات في السودان عدد الإصابات تسعمية وثلاثين اتنين وخمسين وفا هذا الوضع دعا لتكون ضمن المتابعات الاجتماع الذي انتهى قبل قليل وهو اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادة مجلس السيادي كما تتابعون في الصور هذا هو الاجتماع الراتب الذي يضم عدد من قيادات الدولة المجلس السيادي وزارة الصحة وزارة الصناعة وزارة الداخلية جهة أمنية كل هؤلاء لن يناقشون كيفية تقييم وتقويم فترة الحضر التي ستنتهي يوم السبت المقبل هل ستمدد عمليات الحضر؟ هل سترفع عمليات الحضر؟ كل هذه النقاط كل هذه الأجندة طرحت لكن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم تصدر أي معلومة بشأن وضعية الحضر كل ما يهم بأن هناك جهد يتواصل من قبل الدولة هناك تقييم مستمر على مدار الساعة هناك معلومات تنشر عبر وزارة الصحة تملك لكل قطاعات الدولة هذا ما يلي المتابعة الأولى مباشرة إلى ملف اليوم الذي يبدأ بعد سنوات من الإهمال المتعمد على سني المخلوع البشير عاد القطاع الصحي إلى واجهة الأحداث وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الذي طلب أرواح العالمين بداية من الصين ومن بعد تمدد ليشغل كامل جغرافي العالم ومؤسسا لتاريخ جديد للعالم وقبل أن نستغيث بالأطباء علينا أن نتذكر تركة العهد البائدة التي انطوض على شح في الأنفس والموازنات وهجرة للكادر وتجريف للكفاءات لصالح الطبقة الطفيلية فكان أن انتهينا بتحويل العلاج من خدمة إلى سلعة وغيرها من علل ما تزال تلازم جسد الصحة الهزيل ولقم قبل تعليق كل هذا السوء في شجرة المؤتمر الوطني علينا التقصي في إخفاقات هذا القطاع في مرحلة ما بعد الثورة ونسأل أيضاً هل استطاع إجراء عمليات فصل جراحية للمتمكنين من سدنة البشير هذا سؤال وسؤال آخر وهل كان قادته بمقدار الطموحات أو قل التصريحات وهل انخفضت كلفة العلاج والدواء أم أن السياسات الحالية قد زادت الطينبلة عموماً ورغم الحاصل والمتحصل كان على القطاع الصحي أن يلملم قدرته الباقية في العام 2020 لمواجهة كوفيد ناينتين مراهناً على وعي الكادر الصحي الذي قهر البشير في العام الفائت ومتسلحاً بوعي الجماهير التي أنهت حقبة الدكتاتور ومنتظراً إسناد الدولة في إنفاذ الموجهات الصحية وإذا هذا المشهد هل ترانا ذهبون إلى مرحلة التعافي أم قد كتب علينا خوض الحروبات الكبيرة ضد العلل من لدن البشير وحتى مواجهة كورونا الصغيرون دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خرطوم فحص شامل أزعج جداً لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا داخل الاستوديو دكتور محجوب تاجسر منوفلي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة وولاة الخرطوم مرحباً دكتور مرحباً بك أستاذ نزار عبرك التحية لغنات سودانية 24 التحية لكل إعلامنا السوداني الإعلام الفعال الهادف هو شريك معنا وشريك أساسي وفي خندق أمامي في مواجهة جائحة كورونا ليهم التحية على امتداد الربوع وطننا الحبيبية طيب دكتور الآن أعداد الإصابات تمضي نحو الألف وهناك وضع ربما يدعو إلى التشاؤم عند البعض هناك البعض يتفائل بأننا يمكن أن نحرز تقدم إذا ملتزمنا بالوعي والإجراءات الصحية على ما يبعث هذا الوضع حسب رأي وزارة الصحة بنفس الغدر يوجد ناس متفاعلة أو قدري من الأشخاص متفاعلين بالوضع الصحي ويوجد ناس متشاؤمين يوجد ناس منكرين للوضع الصحي أصلا ودي إشكالية كبيرة أنا أفتكر الآن على مستوى العالم إذا أخذنا على مستوى العالم زي ما ورد في تغريركم عدد الإصابات الآن فيروس كورونا وجائحة كورونا على مستوى العالم الحديث فيها بيقى ما قبل السؤال وما بعد السؤال الأعداد لأنه مع كل دقائق زمن بيتمر بتصهر إصابات جديدة لأن الفحص المعملي جاري ما يعلن هي الأرغام التي تم فحصها والغير معلن للأرغام التي حتى الآن لم تظهرت نتائجها نحن الآن نتكلم عن حاجز الألف لكن قد نكون زدنا من الألف بفحصات ممكن نتائج بعض الفحصات تصهر هذا المساء سنكون نتجاوزنا الألف يتمنى أنه يمشي للإنحسار ذات أمنياتنا ولكن الوضع الوبائي الآن لا يبعث لفتنينان خالص ونحن نقول نظرة متشائمة لكن هي نظرة غرائية واضحة وشفافة خالص نحن نتكلم عن الألف ونكون نتجاوزناه الآن نحن نجلس يمكن أن تكون في بعض النتائج المعملية في طريقها إلى مضابط الوزارة إلى مضابط الوزارة للإعلان ونكون نتجاوزنا فيها حاجز الألف لأننا نقترب من الألف بأرغام بسيطة جدا أي زيادة حتى نتجاوز حاجز الألف لماذا كانت وزارة الصحة دائما تركز على أن الوصول إلى ألف يعني بأننا في مؤشر يدعو إلى القلق والخطر لماذا هذا الرقم؟ هل هناك تحليل موضعي أو موضعي لنسبة ألف ألف حالة في السودان؟ لا يوجد تحليل موضوعي للرقم لكن هو لأنه الرقم كبير فيروس كورونا يغاس نحن نتكلم عن مرحلة وبائية أو انتشار بحالة واحدة إذا ظهرت حالة واحدة للفيروس نحن نقول والله عندنا ما يسمى بالأوت بريك الآن نحن نشارف مرحلة الألف وقد نكون تجاوزناها زي ما ذكرت فدي رقم كبير لأن الرقم في إحصائيات فيروس كورونا ما بيعني الرقم الموجود المؤكد بيعني ما وراء الرقم المؤكد كم من الأشخاص يحملون الفيروس؟ خاصة إذا وصلنا إلى نسبة الانتشار المجتمعي وهذه نحن مرحلة بدأنا فيها لنا فترة مرحلة الانتشار المجتمعي وهذه المرحلة الخطرة وهذه المرحلة التي تظهر لنا أعداد كبيرة من الأشخاص يحملون الفيروس ولا تصحر عليهم بعض العراض طيب دكتور محجوب الآن يعني معظم شكاوى الوزارة هي مصوبة تجاه المواطنين بأن نسبة كبيرة جدا لم يلتزموا بالإجراءات الصحية هناك عدم التزام بالحضر لكن في المقابل أيضا هناك من يقول بأن الوزارة تراخب بعض الشيء عندما سمحت لمئات من المواطنين بأن يدخلوا إلى السودان عبر مطار الخرطون في يومين وكان هذا هو السبب الرئيس في أن تتفشى هذه الجائحة في السودان انتشار الجائحة مع دخول الأعداد نحدث عن الطائرتين أو تعباتها في أيام 21 و22 و21 و21 مارس وبعدها أنه أعداد كبيرة من المصابين في الأول الذي هو أننا كنا في مرحلة الغادمين من الخارج اللي بدت تصهر عليهم معراض وحالتهم بدت تتأكد بعد ذلك مشينا لمرحلة مخالط لغادم من الخارج بعد ذلك مشينا لمرحلة مخالط لمخالط ووصلنا مرحلة الانتشار المجتمعي الغرار وصول الطائرات أو حل مشكلة العالغين بالخارج ودخولهم لمطار الخرطوم أفتكري أنه غرار دولة لا يمكن أن يغاسل على وزارة الصحة أنا الآن أتكلم عن مستوى وزارة الصحة وولاية الخرطوم لا أتحدث عن مستوى وزارة الصحة الاتحادية ولكن إجراء ترك الغادمين والذين كانوا عالغين في الخارج ودخولهم لمطار الخرطوم بدون فترة الحجر المؤكدة والحجر الرسمية المعلنة ببروتوكولات وزارة منظمة الصحة العالمية هي الخطأ كان في إطلاق ونسبة كبيرة جدا منهم لم يتم التواصل معهم لم يتم التواصل معهم أيضا التواصل في رغة الوبائيات تجتهد اجتهاد كبير جدا في التواصل مع أي شخص أغلب الحالات التي تم تأكيدها حتى من الغادمين والكانوا عالغين بالخارج وقد فتح المطار في يوم 21-21 تمت البلاغات لهم بيتواصل مع الوبائيات كان في تواصل تشوبوا بعض الإخفاغات وتشوبوا بعض التأخير وفي بعض الناس يلغوا اللوم على فرغة التغصي والوبائيات لكن نفتكر أنهم يبذلوا مجهود جبار جدا في ظل الإمكانيات محدودة لا ننسى إطلاقا أن بعض الغادمين التعاملوا مع الأمر بشيء من الاستهتار سجلات الأرغام أو تسجيلات الأرغام العناوين الأسماء كان فيها أشيء كثير من الخطأ هذا ما يحفي برضو أنه نحن ممكن ننوم على مستوى مؤسسات الصحة لأنه مزألة التنسيق بين وزارة الصحة حيات الطيران المدني لمعرفة الغادمين من الغادم في الرحلة الرغم المعلومة الرغم سجل عنوانه حاتفه كان ممكن الناس تنسيق لكن سرعة الانتشار بعد ذلك بدأت في التزايد وفي الناس في مرحلة ملاحقة الفيروس أكثر من ملاحقة الأشخاص لكن نغير أنه الخطأ في تركهم للحجر المنزلي أنهم يسهبوا لعمل الحجر المنزلي في منازلهم ولم يحجروا بواسطة الدولة أو حسب البروتوكول منظمة الصحة العالمية أنهم يحجروا في مكان فترة 14 يوم وبعد ذلك يطلق على ذكر الحجر الدكتور محجوب يعني الآن كيف هي أوضاع مراكز العزل تحديدا في الخرطوم هل بإمكانها أن تستقبل أعداد أنتم والآن تتحدثون عن إمكانية تجاوز نسبة الألف بالتالي ما هي الوضعية الراهنة لمراكز العزل في الخرطوم كيف تبدو؟ نعم مراكز الخرطوم حتى قبل الغدوم للأستيديو نتحدث عن مركز جبرى للعزل بسعة سريرية 102 سرير فقط نعم ولكن الآن وعبرك وعبر غنات سودانيا 24 نحن عندنا مركز المعلم للعزل مدينة المعلم الطبية أليان يعمل؟ هذا يبدأ الخدمة من غدا الجمعة بسعة سريرية 200 سرير ونتكلم عن مستجفى أنيبيرسل بسعة سريرية 319 سرير ونتكلم عن مركز الخرطوم بمستجفى الخرطوم عن سعة سريرية 140 سرير بتجهيزات كاملة حتى ماكينات غسيل مرضى الكلة موجودة تجهيزات بغرف عمليات وتجهيزات مقدمة أفتكر أنها ستقلل كثير من الضغط مع الاتجاه لعمل عنابر للعزل بمستجفيات تم اختيارها وتم جاري التجهيز فيها لعنابر بسعة محدودة هي ستكون النقطة الأولى للفرز بمستجفيات مختلفة بولاية القرطوم وبعدها نتكلم عن هذه المراكز مراكز العزل هي مراكز علاجية حديث برضو على أن الجبرة سيتحول لمركز علاجي مبقدم ما هيستقبل كل الحالات الموجبة فقط هو هيستقبل الحالات الموجبة بالمضاعفات أو الحالات الموجبة للأشخاص المحتاجين لعناية مكسفة سنتكلم عن سعة سريرية 102 سرير لعناية مكسفة وعناية وسيطة فقط هناك نقطة أيضا دكتور محجوب تحتاجي لا توضيح هناك من يعتقد بأن المئات الذين أصيبوا في ولاة القرطوم طبعا النسبة 930 ليس كلهم في ولاة القرطوم يعني نسبة المئات في ولاة القرطوم هناك من يعتقد بأن كل هذه النسب موجودة الآن داخل مراكز العزل وهذا الأمر ليس صحيح نعم ليس كل المصابين موجودين داخل مراكز العزل بولاية القرطوم أعداد كبيرة منهم موجودة الأعداد تم شفاء تم خروجهم لمنازلهم يوجد في بروتوكولات الصحة العالمية يوجد العزل المنزلي حتى لأشخاص من يحدد هذا؟ من يحدد أن فلان يستطيع أن يبقى في المنزل وآخر يستطيع أن يفعله جبرة مثلا؟ فرغ الوبائيات والتغصي في تلقيها للبلاغات يتم تغييم الحالة نتحدث عن حتى المصابين المؤكدين هم أكسام نتحدث عن أشخاص مؤكدين وبدون أعراض لا تبدو عليهم أي أعراض نتحدث عن أشخاص مصابين بأعراض خفيفة وأعراض متوسطة وأعراض وخيمة يعني الوديل بتصل مرحلة المضاعفات ويكون محتاج لرعاية كل الحالات المؤكدة تبدأ تصهر عليهم أي أعراض يتم سحبهم لمراكز العلاج للمراغبة حتى لا تحدث مضاعفات من الأعراض لكن يوجد جزء يتم حجزه في المنازل ويُعزل في المنازل بمواصفات معينة لا تبدو عليهم أعراض يتم مراغبتهم بصورة يومية وعند حدث أي عرض طيب حتى نتمر الوقت دكتور لماذا دائما نلاحظ بأن هناك شكاوة في عدم التواصل عدم مصول البلاغات خاصة في حالات الاجتباه ما هي المشكلة؟ أرغام التواصل مركز التواصل 2-2-1 اللي هو الرغم اللي أتبع لولاية الخرطوم هو تحت إدارة الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم يُبذل فيه مجهود جبار صراحة أنا لا أدافع عن وزارة الصحة باعتبار أنه أنا فردي من أفراد أو أحد مدراء كوادرة ولكن نحن نتحدث عن سعة للمكالمات محدودة نتحدث عن إمكانيات محدودة حتى في التغصي عن أعداد محدودة جدا للإزعافات لتحويل المرضى المصابين من منطقة لمنطقة يُبذل فيها مجهود جبار جدا لكي تكون عربة إزعاف بأعداد محدودة لكي تجابه ولاية كاملة بأعداد ماشية زايدة في الانتشار لكي بيجينا نركز على المستشفيات إنها تستقبل العيانين لكوفيد 19 وتبغيهم لحد ما يتم ترحيلهم لمناطق الشكاوى موجودة آخر زيارة للمركز الاتصال يكون هناك مكالمات في الانتظار تفوت 30 مكالمة في مرحلة الانتظار ويكون كل الزمل الموجودين في المركز الاتصال مستقبلين مكالمات والرد هل تفكروا في آلية أخرى لإستقبال هذه الشكاوى هذه الطلبات من المواطنين؟ نعم الآن وزارة الصحة وإلاية الخرطوم على مستوى الوبائيات وعلى مستوى الطب العلاجي على مستوى الإداء للوزارة كلها نحن ماشي لمرحلة الـ Active Search الناس ستشتغل على مستوى المحليات وعلى مستوى الوحدات الإدارية في المحليات بأتيام كاملة تتحرك في المناطق دي الأتيام دي فيها طبة فيها إدارة معامل لأخذ العينات فيها فرق التغصي فيها ضباط صحة فيها مكافحة عدوى التي يتكون من خمس أو ست أشخاص دي سيشتغلوا على مستوى الاحياء كمسح دي مرحلة الآن غيدة التنفيذ دي ستزيد أعداد الأشخاص الذين يتم فحصهم وستزيدها حتى توصلنا لمرحلة الرؤية الحقيقية اللي وضعنا الوباء طيب الكوادر الطبي الآن في السودان وجائحة كورونا ما هو موقف كوادركم الطبي أنتم في وزارة الصحة موقف الكوادر الطبية هي إشكالية موجودة في وزارة الصحة ما قبل الكوفيد يمكن المقدمة للبرنامج والمقدمة للحوار الناس تتكلمت طرغت على مسائل معينة اللي هي فترة الثلاثين عام السابق نحن نتكلم عن حجرات ضخمة جدا لكوادر الصحة من أعلى مستويات اللي هي أقل فئة موجودة دي حاجة صراحة موجودة الراهن ماذا يقول الراهن الآن يقول كل أعداد الأطباء والكوادر الصحية الموجودة في مراكز العزل هي في زيادة حصل بعض الاضطراب في الأول لكن الآن عندما نجينا أن الناس عندما تحدث عن فتح مركز المعلم ويونيبيرسل الآن أعداد كبيرة جدا بدأت تبادر لطلب الالتحاق بالمراكز طيب هنا لك حديث عن اضطراب هل هذا صحيح؟ لا يوجد حديث عن اضطراب على مستوى مراكز العزل أو على مستوى مستشوىات معلومات هذه المعلومات غير حقيقية غير حقيقية كل الكوادر تعمل بصورة كاملة على مستوى مركز جبرال الآن الكوادر فيه مستجفى المعلم ومستجفى يونيبيرسل يتم تدريب وتجهيز لبداية الخدمة في المجد هل من الصابات وسط الكادر الصحي في ولاية الخرطوم؟ نعم نوجد اصابات ونحن ما وصلنا إلى المرحلة المغلغة في الاصابات لكن توجد اصابات على مستوى الكادر الطبي بمختلف فئاته بمختلف مكوناته نتمنى عليهم إن شاء الله عاجل الشفاء وبعضهم الحمد لله تم شفاءه ورجعوا للخدمة ثانية من أول بنفس مراكزهم لكذا التحية لهم صراحة التحية لكل جيشنا الأبيض في ولاية الخرطوم من الظواهر المقلقة دكتور محجوب متواصل ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية وعلى المراكز الصحية قبل أيام كان هناك اعتداء على مستشفى الفتح أنت أيضا كنت من الحاضرين كانت هناك معلومة بأن هذا المركز أو هذا المستشفى سيحول إلى مركز عزل هل هذا يدعو مباشرة إلى أن يتم الاعتداء عليه؟ وما هي حقيقة ما تم؟ أنت كنت حاضر وبالطبع لديك معلومات إضافية نعم في البدء أنا أحب أكد أنه اختيار المراكز أو المستشفيات أو المستشفى الصحية كمراكز عزل يتم ويفغى آلية محددة ويفغى بروتوكول محدد ويفغى معايير محددة لكذا نقول الله هذا المركز يصلح أن يكون مركز عزل مستشفى الفتح ليست موجودة على خارطة مراكز العزل بولاية الخرطوم نهاية هي شائعة تم إسارتها من متفلتين ونقول من أشخاص وهذه الصور الأضرار التي لحقا به نعم هي أضرار كبيرة جدا بمؤسسة صحية تقدم خدمة في منطقة لها عندها حوجة ماسة للخدمة ولكن افتكر أن هذا الحادث له ما وراه ما تسبب هل التحقيقات تثبتت تورط بعض الأشخاص؟ الآن التحقيقات تم احتقال بعض الأشخاص هم غايدة للتحقيق ستصهر نتائج التحقيق ونحن مسرين على أن الناس تصل لحقيقة الفاعل وتصل لنتائج ويتم ردع للمعتدين ومن هنا نشاهد بناشد أنه يجب طرد هيبة الدولة ويجب فرض هيبة المؤسسة الصحية في وظل غانون طواري صحية في اختيار المؤسسات هي غرارات تتم بغخارطة صحية محددة غير غابل للنقاش ليس بدكتاتورية في الغرار ولكن لوضع صحي يستطيع أن يراه خبراء الصحة من أن يراه المواطن أو حتى تراه الدولة من الملاحظات التي رصدت أيضا دكتور محجوب بأن هناك شكاوة متزايدة من قبل المواطنين بتوقف المشافي عن أداء الخدمة لغير مرض الكورونا لماذا تتوقف هذه المشافي وحتى المواطن لا يعلم إلى أين يذهب وهناك من فقدوا أرواحهم نتيجة لهذا الفعل نتحدث بشفافية أكبر مع بداية الجائحة الوضع في المستشفيات الصحية أو في المراكز الصحية ومغدمين الخدمة حصل بعض الاضطراب في الخدمة وده صراحة حصل في كل الدول التي أصيبت بالجائحة يحصل اضطراب في النظام الصحي مع ملاحظة أنه نعمل على نظام صحي هش حصل بعض الاضطراب خرجت بعض المشافي من الخدمة إصابة الكوادر الطبية أثر على مستوى الخدمة عزل البغية الذين خالطوا حالات مشابهة رغم احتياط الناس بمراكز بنغاطة العزل أو الفرز المبدئي للحالات حتى لا يتم المخالطة لأعداد كبيرة ولكن حدثت حدثت استخدامات وسط الكوادر الطبي حصل حجر لكمية الكوادر الطبية خرجت بعض المشافي لكن الآن المشافي تعمل بصورة منتازة كل المشافي تعمل المشافي الحكومي تتفاوت مستوى الخدمة من مشفى لآخر بعض المشافي لها بعض الإشكاليات ولكن مستوى الخدمة الآن نستطيع أن نقول أنه مرضي لحد كبير نحاول أن نرجع الغطاء الخاص والذي كان له دور فعال جدا في استقبال أغلب الحالات الأولى من هي التحية لهم للمستوى الصحية الخاصة لأن الناس في تعاون بحساسية بسيطة في هذا الملف ولكن المستوى الخاصة شالت عبء كبير من الغطاء الحكومي في فترة بداية الجائحة في استقبال معظم الحالات الآن بعض هذه المشافي الخاصة أيضا تعمل ليست بكل طغطها الغصوة ولكن يجري العمل على أن كل المؤسسات الخاصة ترجع لخدمتها بكل الطاقة الغصوة ختام اللذيقة الزمن نذكر بأن وزير الصحة دكتور أكرم قال في مؤتمر صحفي قبل فترة بأن كورونا الصغيرة دي ما تغلبنا هل أنت مؤمن الآن بإمكانية أن تستطيع الدولة تحديدا الخرطوم أن تتغلب على كل ما يدور وأن تستطيع أيضا أن تحرز تقدم على هذه الكورونا الصغيرة حجم الوباء لا يغاز بحجم الفيروس هذا الفيروس الصغير جدا فعلت فعائل وقعدت أنظمة صحية ضخمة جدا على العمل نحن نزع جاهدين للحد من الجائحة دورنا ليس دور وزارة الصحة فقط دور الإعلام دور المجتمع الرهان على ماذا؟ الرهان على الوعي المجتمعي ورهان على تطبيق اللوايح الصحية وغوانين الطوارئ الصحية بصورة صارمة هذا الحديث يجب أن يكون واضح للجميع لأن هذا المخرج الوحيد والمنفذ الآن للحد من الانتشار نحن نتحدثنا في كل مجملة اللغاء عن العلاج العلاج جائحة كورونا بالوغاية لذلك الحد من الانتشار حتى نوقف هذا الانتشار السريع يجب أن يلتزم الناس بضوابط الصحة وغوانين الصحة حتى نقلل من سرعة الانتشار الجائحة ونصل مرحلة عدم ارتفاع الكيرف لحالات زيادة حتى نغيف على موقف ثابت بعدها يبدأ الانحسار إن شاء الله أشكرك جزيلا الشكر دكتور محجوب تاجسير منوفلي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولا تخطب على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا شكرا جزيلا السادسة